ثلاث نساء ورجل هم الضحية الجديدة لهيئة تحرير الشام التي أعدمتهم رجماً بالحجارة بحجة ارتكابهم الزنا وسط تشكيك من قبل العديدين بمراعاة الهيئة للشروط الشرعية خلال إصدارها هذا الحكم والذي ليس من السهل إثبات تهمته كما تقول أدبيات الدين الإسلامي الواقعة لم تصدر هيئة تحرير الشام أي بيان توضيحي حولها إلا أن مصدراً خاصاً أوضح لأوريانت أن رجلاً وامرأةً متهمان بارتكاب الزنا وقتل زوج المرأة بالاتفاق فيما بينهما فيما الامرأتان الأخريان تهمتهما فقط الزنا حيث رجمتهم الهيئة جميعاً بالحجارة كثيرون يرون أن السوريين لم يقوموا بثورتهم وقدموا مئات آلاف القتلى كرمى لعيون تحرير الشام وأشبهها من الجماعات الإسلامية لكي تسرح وتمرح وتقتل كل من يخالفها بحجة تطبيق الحدود الشرعية التي أساساً يرى شرعيون عدم جواز تطبيقها في الحالة السورية لعدم وجود دولة مستقرة قادرة على توفير الظروف لشباب لتأسيس حياة وبناء أسرة بينما أكثر من تسعين بالمئة من السوريين تحت خط الفقر بحسب الأمم المتحدة فما أسباب إقدام تحرير الشام على هذه الخطوة الآن وهل يحق لها أساساً تطبيق هذه الحدود في مجتمع لا يفوت فرصة للتظاهر ضدها وما هي خلفيات هذا الحكم ولماذا غابت تفاصيله الدقيقة عن بيان توضيحي يوزع على وسائل الإعلام ترجمة نانسي قنقر